بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل وقفنا في درسنا الماضي عند آية كريمة عظيمة من سورة آل عمران الله جل جلاله من خلال هذه الآية الكريمة يُظهر للإنسان معنًا من معاني قيُّوميَّته جل جلاله ويُظهر للإنسان معنًا من معاني رُبُبيَّته جل جلاله ويُعرِّف الإنسان بنفسه ويُوقِفُه على معلمٍ من معالم خلقته ليزداد الإنسان علمًا بنفسه وليزداد الإنسان إيمانًا بربِّه وليزداد الإنسان تصديقًا بوحي الله جل جلاله وكما نذكر دائمًا أن هذا الإيمان إنما أصلُه ومحورُه ولُبُّه تصديقُ خبر السماء أن يتعامل الإنسان على أن مصدر الحقِّ والحقيقة هو وحيُّ السماء لأن الله عز وجل هو الحقِّ وهذا اسمٌ من أسماء ربِّنا جل جلاله وأن الحقَّ لا يأتي منه إلا الحق وأنه ليس بعد الحقِّ إلا الظلال فهذا الأصلُ العظيم لهذا الإسم الكبير الجليل الذي أكثر الله من ذكره في القرآن الإيمان ورفع مكانة أهله وأثنى عليهم فالله يحبُّ المؤمنين والله عز وجل ينصُرُ المؤمنين والله عز وجل يُدافعُ عن المؤمنين والله عز وجل يُسكنُ أهل الإيمان جنَّته فهذا الإيمان وهذا المعنى العظيم لُبُّه ومحورُه تصديقُ خبر السماء فالله عز وجل في صدر هذه السورة الكريمة المُباركة أخبر بأنه هو الحيُّ القيُّوم وعلمنا أن القيُّوم هو القائمُ بذاته فلا يحتاجُ إلى أحدٍ من خلقه أبداً وأن القيُّوم هو الذي كلُّ شيءٍ سِواه لا يقومُ أمرُه إلا بالله جلَّ جلاله فقيامُه بذاته لا حاجة لأحدٍ من الخلق وقيامُ أمرِ كلِّ أحدٍ من الخلق لا يكونُ إلا بالحيِّ القيُّوم جلَّ جلاله والله عز وجل يُظهِر للعباد ويُجلِّي لهم من الأمور ما يظهرُ فيه معنى القيُّومية والآيةُ التي بين أيدينا هي أحدُ الأدِلَّة التي يُظهِرُها الكريمُ جلَّ جلالُه لعباده ليزدادُوا إيمانًا وهذا من جهةٍ أساس ولتكون أيضًا طريقًا ومنهجًا يُصحِّحُ الإنسانُ به ما يعمل في هذه الدنيا فيكونُ على استقامةٍ في طريقه إلى ربِّه عز وجل وكما أيضًا عندما وقفنا مع الحيِّ القيُّوم أشرنا إلى هذين الأمرين الذين أظهرهم الله عز وجل للبشرية كلِّها دلالةً على قيُّوميته فجعلَ قيامَ حياةِ الناس مربوطًا بهما وهما المال والكعبة فجاءَ التنصيصُ على ذلك في القرآن فقال الله عز وجل وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وقال الله عز وجل جعلَ الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس فهذه من معالم القيام التي أظهرها الله عز وجل للناس وهي أمورٌ محسوسة ويرَى الناس فيها معنًا من معاني القيُّومية للحيِّ القيُّوم فحياةُ الناس تقومُ على أمر البيع والشراء وانتقال هذا المال وهذا البيت بقاؤه بقاءُ الدنيا وذهابُه نهايةُ الدنيا فهو باقٍ وتقومُ بيوت من دونه وتبيد وتقومُ بيوت وتبيد ويبقى بيتُ الله العتيق ولذلك جاءَ وصفُه بالعتيق بمعنى المُمتد الضارب في الزمن بهذا البقاء المحفوظ بحفظ الله عز وجل فجعل الله ذلك من معالم هذه القيُّومية أظهرها الله عز وجل للعباد والآيةُ التي بين أيدينا ووقفنا على بعض قضيتها في درسنا الماضي وهي قول الله عز وجل زُّيِّن للناس حبُّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضَّة والخيل المسوَّمة والأنعام والحرث ذلك متاعُ الحياة الدنيا والله عنده حُسنُ المآب وكانت الوقفة التي وقفناها مع ذاكَ مع ذاكَ التسلسُل العلميِّ الذي نطَقَ به علماءُ الإسلام وفَطَاحِلَةُ الْعُلَمَاءُ الْمُتَأَمِّلِينَ الْمُتَدَبِّرِينَ الْفَاهِمِينَ لِمُرَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ فَأَخْبَرُونَ عَمَّا أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ مِنْ شَأَنِ هَذَا الْمَخْلُوقُ الْإِنْسَانِ الْمَخْلُوقُ الْمُكَرَّمُ المخلوقُ الذي بالتأمُّل فيه يظهر للإنسان معنًا عظيم من العلم بربه العليم الحكيم الخالق جلَّ جلاله ورأينا كيف هذا الإنسان يعمل ويتحرك وكيف ينجز هذا العمل ما هي القوة الدافع المحركة للإنسان وأين تتجه تلك القوة المحركة في الإنسان وكيف يكون الإختيار عند الإنسان وهذا مناطٌ بأي شيء في خلقته ثم ما هي الثمر والنتيجة التي يجدها الإنسان من وراء ذلك وأدركنا أن الإنسان مخلوقٌ حارثٌ همَّام وأن قوة الحب تدفعه فيتحرَّك بالحرف والهم مُستجيبًا لقوة الحب التي تدفعه لتحقيق الملائم ودفع غير الملائم وأن الملائم إنما المقصود به ما فيه نفعٌ له وغير الملائم ما فيه الضرُّ له فيكون الذي فيه النفعُ محبوبٌ مُشتهَى ويكون الذي فيه الضر مبغوظٌ يُطلبُ دفعُ وأن قوة العقل هي الجهة التي أنيطَ بها أن تُدرِك ما في الأشياء بعد تصوُّرها من نفعٍ أو ضرُّ وأن ما يعقُبُ هذه النتيجة إنما هي اللذَّة والسعادة وأن الجوارح إنما هي الأدوات التي تُسخَّر في تحقيق ذاك النافع وفي دفع ذاك الضار ثم تعرَّضنا لقضية اللذَّات التي يستمتعُ بها الإنسان وتبينَ أنها تنقسمُ إلى ثلاثة أنواع اللذَّة العلمية واللذَّة الحسية واللذَّة التخيُّلية وعرفنا أن تلك الملاذ مما غُرِز في الإنسان فكان غريزةً في خلقته وأن من حكمة الشارع وكمال رحمته وعدله أنه ما خلق فيك شيء محلَّ قوَّة الطلب ثم طلب منك أن تُغلِق ذلك الأمر وأن تكبَحه وأن تُميتَه وإنما كان من حكمة الحكيم جلَّ جلالُه أن يأمُرَكَ في التوازُن بإشباعه وأن تلك الملاذ كما أنه مطلوبٌ التوازُن بإشباعها فأصبح تركُ تحصيل اللذَّة لها غيرُ مطلوب وهنا يتبينُ فسادًا أي منهجٍ يعرضُ شريعة الله على أنها تطلبُ من الإنسان أن يترك الملذَّات كلها وأن هذا ليس هو دينُ الله الذي نزل في كتابه كما أن إطلاق الحبلُ والعنان لهذه الملاذ أن تُشبِع ذاتها بكل شيء ليس مُراد فالذي أنزل هذا الدين أخبر في كتابه قائلًا هو الذي خلَق لكم ما في الأرض جميعًا وقال مُحذِّر قُل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيِّبات من الرزق وفي بيان أن المطلوب التوازُن أخبر عن رسوله أنه يُحِلُّ لهم الطيِّبات ويُحرِّم عليهم الخبائر فإذن هذا شيءٌ من ما مرَّ معنا في درسنا الماضي وأن هذه الآية جاءت مُخبِرةً عن معنًا من معاني القيُّومية فلما كان الإنسان بقاؤه لا يكونُ إلا بالطعام والشراب ولما كان استمرارُه في الحياة الدنيا لا يكونُ إلا بالتناسُل فنجدُ إلى حكمةِ الحكيم جلَّ جلالُه كيف جعل تلك الأمور التي هي ضرورة لبقاء هذا الإنسان جعلها ابتداءً غريزةً ولم يجعلها ابتداءً محلَّ طلبٍ وتفكيرٍ من الإنسان فجعل ذاك التعلُّق من الرجل بالمرأة ومن المرأة بالرجل ليستمر التناسُل ولا يقتصر ذلك على مجرَّد إشباع الشهوة بل طلبًا لأعظم آثار ذاك اللقاء وهو الولد ثم بعد الولد ليبقى فإن المال طريق لتحصيل الطعام والمشرب فالذي جعل الحكمة في البقاء في هذه الأمور فإنه جعل تلك الأمور غريزةً في نفوس البشر جعلها غريزةً في نفوس البشر وَجَعَلَ ذَلِكَ آيَةً وَجَعَلَ ذَلِكَ آيَةً وَلَمَّا كَانَتِ الدُّنْيَا دُّنْيَا دار ابتلاءٍ وامتحان بناءً على اختيار الإنسان عندما خُيِّر أيكون تحقيقه لمقصود الوجود وهو عبادة الله على طريق الخلقة كسائر الخلق أو على طريق الاختيار حيث أن الله أعطاه العقل فاختار هذا المخلوق أن يكون تحقيق مقصود الوجود باختياره لا على وجهٍ يكون مُلزمًا به بكل حال وإنما يكون مردُّ الأمر إلى الاختيار إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ فإذاً هذا الإنسان الذي كلِّف بأن يُحَقِّق هذه الغاية واختار أن يكون تحقيقها من قبل نفسه على وجه الاختيار فخلق الله عز وجل نظام هذا الكون ليتفق مع سنة الابتلاء فنرى في هذا الأمر العجيب العظيم كيف اجتمع للإنسان هذين الأمرين الأمر الأول جانب الغريزة ليكون بهذا الأمر ضمان في ديمومة الحياة وبقائها والجانب الثاني فيما يتحقق بمقدار الإشباع ونوع الإشباع وهذا أمر زائد عن وجود أصل الإشباع فصار الابتلاء في نوع الإشباع ومقدار الإشباع فهذا محل الابتلاء وفي تحقيق البقاء والديمومة هذا في أصل وجود الإشباع وهذا من كمال حكمة الحكيم جل جلال فنجد أن هذه الآية تشير إلى الأمرين تشير إلى الأمر الأول إخباراً عن نعمة وإخبار عن آية من آيات القيومية فإن نظرت إلى الناس فإنك تجد هذا الأمر في كل الناس فيكون ذلك دلالة على آيات الربوبية والقيومية زيّن للناس وهنا فائدة عظيمة ونتمنى أن نقف معها بالتأمُّل لندركها أشار لها بعض المفسرين ذكرها الإمام البقاعي رحمة الله عليه الله جل جلاله أخبر في قضية التعلم وأن التعلم للإنسان مرتبطٌ بثلاث حواس وهي السمع والبصر والفؤاد القلب الذي يسكن فيه العقل فقال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة هذه أدوات التعلم وقلنا أن قضية الإيمان أساسها ما هو تصديق خبر السماء وخبر السماء ما هو الأساس فيه هذا الوحي القرآن والقرآن الأساس في تلقي هذا العلم عن طريق السمع أو البصر الأساس هذا السمع الاستماء فما هي الفائدة العظيمة هنا التي يشير لها البقاع في تفسيره يقول إن النظر إلىها معنى القيومية بما هو بما يبصره الإنسان فهذا أمر كل إنسان بمجرد لو نظر بأدنى مستوى من العقل يصل إلى ذلك لكن المؤمن لكن المؤمن ثقته بما عند ربه مما لا يرى أوثق مما يرى وثقته بخبر الله الذي هو الآن ليس في يده أوثق مما في يده فالله عز وجل يربي هذا المؤمن أن يكون واثقا بما عند الله وأن يكون تصديقه لخبر الله مما لا يراه بعينه أوثق مما يرى فالله عز وجل عندما يقول في آخر هذه الآية والله عنده حسن المآل والله عنده هل المخاطب عندما خوطب بهذا الخطاب هل هو رأى الجنة الجواب لا هل هو أكل مما فيها من أشجارها وأثمارها الجواب لا هل هو شرب من أنهارها الجواب لا هل هو رأى دورها وقصورها الجواب لا ولكن ننظر كيف يربي الوحي الإنسان المؤمن على أن يثق بموعود الله عندما يكون سمعا خبر السماء فآمن بقلبه وأيقا فإذا به يتنازل عما في يده عما في يده رغبة فيما وعد الله ولو لم يره وهذه أعلى درجات الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم في بدر قام وخطب في الناس ثم قال في آخر كلامه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قام عمير بن الحمام الأنصاري وقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخن بخن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما دفعك أن تقول ما قل يريد أن يقول هل أنت تقول هذا شاكا أو موقنا قال والله يا رسول الله ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك من أهلها فأخرج تمرات ووضع منها في فمه ونظر إلى الباقي وقال لأن بقيت إلى أن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة وألقاها وقاتله حتى قتل رضي الله عنه ما الذي جعل هذا اليقين الذي جعله يضحي بما هو في يده ويتخلى عنه ويرى أن الموعود الغائب أصدق في المتعة من الحاضر إلا أنه صدق خبر السماء وهذا أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه قرأ القرآن فقرأ قول الله عز وجل إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل ربنا يستقرضنا وقرأ الآية قال نعم فقال يا رسول الله أشهدك أني قد أقرضت بستاني لربي عز وجل ورجع إلى بستاني وما رضي أن يدخل وقف عند بابه وقال يا أم الدحداح قالت لبيك يا أب الدحداح قال إني قد أقرضت ربي هذا البستان فقالت ربح البيت فأمرها فأخرجت أولادها ومتاعها وهو لم يدخل فعندما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا به يقول له كم من عذق الرداح كم في الجنة من عذق الرداح لأبي الدحداح فهذا اليقين الذي جعلهم يؤمنون بخبر السماء المخبر عن الغيب أعظم مما من تصديقهم بما في أيديهم وهم ينظرون إليه وكذلك أبو طلحة عندما قرأ قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال يا رسول الله إن أحب ماله إلي بإرحاء وقد أنفقتها في سبيل الله إذا هذا المعنى هذا المعنى العظيم إنما يكون بأن يُصدَّق خبر السماء وتصديق خبر السماء إنما هو أن يكون الأساس إعمال هذا السمع في القبول وإصغاء السمع وهذا معنى عظيم والآية حقيقة هي تقود إلى تربية الإنسان المؤمن إلى هذا المعنى أن يكون ثقته في خبر ربه عز وجل أوثق مما في يده أوثق مما في يده وينظر إليه ويُشاهده فإذا سمع قول الله عز وجل فيكون ثقته في ذلك أعظم وأكبر فإذن هذه الآية العظيمة التي بين أيدينا إذن زُيِّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المكنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوَّمة القناطير المكنطرة وهنا أيضا معنى لطيف وهو أن المقصود بالقناطير المكنطرة أي الموجودة عند الإنسان فإن الإنسان إذا كان المال غائب لا يشعر بالطمأنينة لكن عندما يكون عنده وفي صندوقه وأكوام فوق أكوام وخص الذهب والفضة لأنهما بهما يقوم كل شيء وبهما يشتري الإنسان كل شيء فخصَّت بالذكر دون غيرها من الأمور لأنه من شعر أنه ملك الذهب والفضة فسيكون قادراً على أن يحوز ما يريد من المتاع فكيف إذا كان ذلك عنده وهو بكميات كبيرة إذن كم سيشعر هذا الإنسان بالطمأنينة في قضاء حاجته وفي الوصول إلى ما يريد من النفع وأن يدفع عنه من الضر فإذن هذا المعنى العظيم وهو في القناطير المقنطرة المخبرة عن أن ذلك الأمر موجودٌ عنده وأنه بتلك الكمية الكبيرة التي تحقِّق له المنفع وتدفع عنه المضرَّة وتدفع عنه المضرَّة زُيِّن للناس حُبُّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضَّة هذه الأمور التي زيَّنها الله عز وجل إذا أردنا أن نُدرك وعرفنا أن إذن تلك الأمور جعلها الله لحكمة فما هي أو ما هي الأمور التي ينبغي للإنسان حين يتعامل مع تلك الشهوات التي غُرِزَت فيه أن يلتزم بها ليكون تلك الأمور مغنماً له لا مغرماً الجانب الأول أن تكون طريقاً للعلم بالله فتزيدك علماً بربك أنه هو الذي خلق وهو الحكيم فيما خلق إذن هذا زمامٌ أول أن تكون تلك الأمور طريقاً لك في زيادة علمك بربك الثاني أن تكون طريقاً لشكرك لربك المنعم الثالث أن تكون طريقاً للعمل الصالح تكون طريقاً للعمل الصالح فإذا كانت طريقاً للعلم بالله فزادتك علماً بربك فعرفت أن الذي يعطي هو الله لا غيره زادتك علماً بربك أنه حكيم فيما خلق ثم ثانياً أنها قادتك لشكر الله على كل ما جاءك منها الراء الثالث أنها ما جاءك منها جعلته طريقاً للعمل الصالح وزاداً لك لتلقى ربك عز وجل وتلقى ربك عز وجل فهذا من أعظم الزمام للتعامل مع تلك الأمور للتعامل مع تلك الأمور زيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا هنا الإشارة على أن تلك المتعة ليست بدائمة وفيه تنويهم بأصحاب العقول إذا وجدوا في ذلك متعة وهم سيفارقوها بالموت فيكون حرص الإنسان كيف تبقى معه تلك المنفعة بعد مفارقة الدنيا لأنه هو يرى أن الناس فارقوا الدنيا وما أخذوا شيئا من هذا المتاع فيأتي التفكير عند الإنسان وهنا يتميّز المؤمن الذي أخبره الله بأن بعد الحياة حياة فكيف يكون له في الآخرة أيضا من المتاع والنفع لأنه كما قلنا هل دين الله عرض على الإنسان أن يعيش في الدنيا تاركا لهذا المتاع كله الجواب لا بنص القرآن فالله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائد الله قال مستنكرا على من يحرم على الناس زينة الحياة الدنيا كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرز فهو أخرجها لهم وخلقها لهم واجعلها مسخرة لهم غير أنه لما كانت الحياة للابتلاء والامتحان فإنه أمر الإنسان بضوابط في كيفية التعامل مع تلك الأمور فإذا نال الإنسان منها ما قدر له بطريق مشروع فجعل الله ذلك من الحياة الطيبة له في الدنيا فعندها سيفكر هذا الإنسان كيف يكون أيضا له شيء مماثل في الآخرة فيأتي إخبار الله عز وجل له بأن ما أعد للمؤمن في الآخرة أعظم مما أعطاه الله وأكرمه به في الدنيا فكما أنه في الدنيا يحيى الحياة الطيبة ففي الآخرة له حياة أطيب وأكمل وذكرنا مرة ذاك الحوار الذي دار بين الحافظ بن حجر رحمة الله عليه وكان قاضي القضاة في مصر في زمنه خرج يوما وهو على دابته ومن حوله حرسه فوقف أمامه رجل نصراني فقير جدا أثر الفقر ظاهر عليه في وجهه وملبسه وحالته فقال له يا بن حجر أليس نبيكم يقول أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قال بلى قال كيف تفهم ذلك وأنت فيما أنت فيه وهو فيما هو فيه من الفقر والحال والرثاثة العيش الثياب وضيق العيش قال صدق قال إن أكرمني الله ودخلت الجنة فما أعده الله لي في الجنة يكون كل الذي ترى الآن هو سجن بالنسبة لما أعد في الجنة وإن بقيت على كفرك ودخلت النار فإن ما ستجده في النار يكون هذا الحال الذي أنت فيه الآن جنة فالحياة الطيبة التي يكرم الله عز وجل بها المؤمن في الدنيا ويعطيه ويمتعه من متاع الدنيا بالأكل الطيب والمال الطيب وراحة البال فإذا أدخله الجنة فله أطيب من ذلك وأكمل وأحسن فإذن ذلك متاع الحياة الدنيا فكلمة فكلمة المتاع تشير على أن هذا الأمر زائل وكلمة الدنيا أيضا تشير على النزول وأنه الأقل وليس الأعلى ذلك أي هذا المجموع كله وهنا سبحان الله أليس هو قد أخبر عن هذه الأمور الآن قريب وأشار إليها بضمير البعد ذلك والجنة التي لا ترى أشار لها بضمير الحضور وذلك لأن المؤمن يقينه بما أخبر الله عنه ولو كان غائبا أكثر من يقينه بما هو في يده فقال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وقوله جل جلال والله عنده أول تشريف لما في الآخرة أن الله عز وجل أضافه إليه بالعندية قال عنده ويكفي تشريفا لذلك المتاع أن يوصف بهذا الوصف وأن يخبر عنه بهذا الإخبار أنه عند الله وبجيرته والله عنده وقوله حسن المآب المآب هو الرجوع إلى مكان قد ذهبت عنه المآب رجوع إلى مكان قد ذهبت عنه كما أن المثاب أيضا رجوع إلى مكان قد جئت إليه ولذلك البيت جعله الله مثابة للناس فهم يأتون إليه ثم يصدرون عنه ثم يعودون إليه فلا يكون مثابة إلا بعد ماذا بعد القدوم إليه والمثابة إلى البيت كما أنها تكون بالأبدان فأعظم منها مثابة القلوب وكم ممن يثوب إلى البيت بقلبه أعظم ممن ثاب إليه ببدنه فإذن والله عنده حسن المآب أليس الإنسان كان في الجنة يوم أن كان في صلب أبيه آدم أليس أليس الإنسان كان في السماء يوم أن كان في صلب أبيه آدم فهو يعود حيث خرج وصدر فلذلك قال الله عز وجل والله عنده حسن المآب وإن من أعظم ما يرغب هذا المؤمن في الجنة نظره إلى وجه ربه عز وجل وسماعه لكلام ربه جل جلاله وأسأل الله أن يكرمنا بذلك وأن يبلغنا ذلك وأن يجعلنا من أهل الجنة ممن يمتعون بالنظر إلى وجه ربهم جل جلال فإذن يقول الله ذلك متاع الحياة الدنيا أي ما حصل وما أخبر فإن ذلك هو متاع الدنيا الذي سيزول والذي سيكون الناس يأخذون منهم كل بقدر ما قدر له وكل يتفاعل معه بحسب غريزته ولكن ولكن في حسن المآب لن ينال ذلك إلا من تعامل مع ما غرز فيه من التعلق بتلك الأمور وفق ما أعطاك الشارع من ضابط في التعامل معها ومن هنا ذكر العلماء وأشرت إلى ذلك ذاك الميزان العظيم ذاك الميزان الذهب الذي يزن الإنسان به تعامله مع الشهوات والذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه وأشار أيضا له بمعنى قريب القاضي عياض رحمة الله عليه فيقول شيخ الإسلام كل لذة في الدنيا أليس الشهوات قلنا إذن الحب قوة دافعة لحصول الملائم الملائم هو ماذا هو المشتهى يصبح الملائم مشتهى فإذا تحصلت بقوة الحب على المشتهى حصلت الثمر وهي ماذا اللذة حصول اللذة سعادة إذا لم تتحصل على المشتهى يحصل الفقد والفقد ماذا ألم والألم ماذا شقاء ليس سعادة وكذلك وكذلك في الظار تسعى لدفعه فإن دفعته ماذا يترتب عليه لذة وفي اللذة سعادة إذا ما استطعت أن تدفع الظار ففي وقوعه ماذا ألم وفي الألم ماذا شقاء فيقول شيخ الإسلام في ذلك في قانونه هذا يقول كل لذة في الدنيا تثمر لذة في الآخرة أو تدفع عنك ألم في الآخرة فهي واجبة شرعا فهي واجبة شرعا قال وكل لذة في الدنيا تثمر ألم في الآخرة أو تدفع عنك لذة في الآخرة فهي محرمة شرعا من يتلذذ بالخمر ماذا يثمر الخمر في الآخرة ألم ما هو الألم يشرب من نهر القوطة نهر يخرج من فروج المؤمسات يؤذي أهل النار ريح فروجه وحرمان يحرم من أن يشرب من خمر الجنة إذن هذه لذة في الدنيا حرمت من لذة في الآخرة وأوقعت في ألم في الآخرة مباشرة ما هو الحكم محرمة محرمة الثالث قال كل لذة في الدنيا لا تثمر لذة في الآخرة ولا تدفع عنك ألما في الآخرة فهي باطلة إنسان يأكل كما تأكل البهاي لا ينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله ليس له هل ارتكب حراماً لا هل حيثمر عمله نتيجة في الآخرة تحقيق سعادة له لا إذن هي باطلة بمعنى أنه خاسر فلم يستفد من شيء نافع له في الدنيا لينفعه أيضاً في الآخرة وهذا ميزان عظيم على الإنسان أن يتعامل مع ملاذ الدنيا وفقه فإذن هذا الميزان له ثلاثة محاور كل لذة في الدنيا تثمر لذة في الآخرة أو تدفع عنك ألماً في الآخرة فهي واجبة شرعاً كل لذة في الدنيا تثمر ألماً في الآخرة أو تدفع عنك لذة في الآخرة فهي محرمة شرعاً الثالث كل لذة في الدنيا لا تثمر لذة في الآخرة ولا تدفع عنك ألماً في الآخرة فهي باطلة فهي باطلة فإذن يقول الله عز وجل والله عنده حسن المآب فالله عنده يخبر أن الله سبحانه وتعالى عنده حسن المآب وفي ذلك كما قلنا غاية التحفيز لطلب الآخرة أن الله يخبر أن ذلك الأمر عنده ويصدر الأمر باسمه الأعظم الله الله فإذا امتلأ قلب الإنسان بهذا اليقين فإنه على استعداد أن يبذل أن يبذل مما في يده من تلك المشتهيات تحصيلاً لما عند الله وكما رأينا في تلك المواقف التي أشرت إليها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف جادوا بما يملكون ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى ولذلك كان لهذا الأمر من الأثر على نفوسهم بل كان أيضاً من كلامهم لأنه يخرج تعبيراً صادقاً من القلب وتضحي صادق الابتغاء ما عند الله جبار ابن سلم رضي الله عنه قبل إسلامه قتل عدداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم حرام ابن ملحان أحد القراء في غزوة بئر معونة عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك النفر من أصحابه من القراء أهل القرآن وكان القراء على زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتدارسون القرآن في الليل إلى الفجر فإذا أصبحوا بدأوا يجتمعون يأكلوا سوياً أصبح يجمعهم هذا الأمر قراءة القرآن وقيام الليل ومدارسة القرآن كما أخبر عن ذلك أنس رضي الله عنه عندما قال لأصحابه وناداهم بالقراء فقال له ثابت تلميذه من التابعين قال يا أبا حمزة لو ذكرت الناس بأسمائهم ولا تقل هذا الوصف قال ألا أخبركم عن هذه الكلمة التي كنا ننادي بها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم أهل القرآن قال كانوا يجتمعون ويقرؤون القرآن في الليل إلى الفجر فإذا أصبح من كان فيه قوة بقي فيه قوة وجلد بعد قيام الليل كله قال يذهب ويستقي ماء أو يأتي بحطب قال ومن كان عنده سعة يذبح شاتا قال وكان يعلقون عند حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ويتقوتون بذلك وهذا شأنه ثم يخبر عن واحد منهم حرام بن ملحان رضي الله عنه أرسل النبي صلى الله وسلم مجموعة من هؤلاء القراء ليتحسسوا خبر قريش فعندما وصلوا واقتربوا من مكة من ديار لحيان خرج إليه قوم منهم كثير وهؤلاء قليل فقال حرام بن ملحان أنا أذهب إليهم وأخبرهم بأننا لا نريدهم ونريد غيرهم نريد قريش ونرى أخبارهم فعندما أقبل واجهه جبار بن سلم برمح فدخل وشق صدره فعندما هو نظر إلى نفسه حرام بن ملحان ودمه يسيل وأدرك الموت قال فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة هذه الكلمة وقعت في أذن جبار موقع عظيم وظل يردد هذه الكلمة ويسأل نفسه كيف إنسان يقتل ويفقد الحياة ثم يقول فزت فزت بماذا فقد متاع الدنيا فقد الحياة فقد المال فقد الزوج كل ما كان يتمتع به هو الآن فارقه فكيف يقول فزت فكانت هذه الكلمة سبب في إسلامه ذلك عندما سألوه قالوا له يا جبار كيف أسلم فأخبرهم بهذا الموقف وعندما عرف معنى الشهادة فقال نعم والله لقد فاز فاز فهذا اليقين بخبر السماء هذا حقيقة المعنى العظيم الذي الله جل جلاله يرب المؤمن عليه كيف يكون تعامله مع خبر السماء ولا ننسى عندما كنا نذكر وأسأل الله نوفقنا للتذكير به دائما وكل منا يحمل هذا التذكير في قضية التعامل مع القرآن بتلك الأمور الأربعة وأنها هي هي العلاقة الصحيحة التي تقوم بينك وبين القرآن بدونها لا علاقة صحيحة مع القرآن والتي أولها أن تقرأ القرآن وأن تسمع القرآن وأن تسمع القرآن وثانيها أن تتدبر القرآن وأن تفهم القرآن مراد الله وثالثها وهي الثمرة العظيمة أن تؤمن وأن تتيقن بحقائق القرآن ورابعها الدلالة على أنك آمنت وتيقنت أن تخضع جوارحك لأمر القرآن هذه الأمور الأربعة فما نذكره من مواقف الصحابة هو هذا الدليل على أنهم كيف تيقنوا خبر السماء الذي سمعوه فكان أوثق عندهم من نعمة ومن شهوة يبصرونها ويلمسونها وهذا تعظيم مدخل السمع حين يلقى نحو هذا الكتاب الذي جاء بالحق وينطق بالحق وهنا نجد بعد أن أخبر الله عز وجل في تلك الآية يأتي بعدها قول الله عز وجل قل قل إذن بالأمر الأول وجد عندنا من وجد عندنا الإنسان الذي يعلم أن خبر السماء اليقينية فيه أكثر مما هو في يده فلذلك يقول قل لكي تسمع تلك الآذان التي قبلت أن يكون هذا هو حالها قل هذه واحدة الثانية أنه طلب وأمر أن يكون هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم لحكم عظيمة أولها أن يعلم الناس أن هذا النبي لا يقول إلا الحق وأنه هو المبلغ عن ربه والثانية ليزداد حبه في قلوب العباد إذ هو يبشرهم بذلك والثالثة ليجمع له صلى الله ليجمع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يقيم الحجة على الناس بفعله وقوله بفعله عندما يستجيب هو للقرآن وبقوله عندما يبلغ رسالات السماء فتكون حجته على الناس بقوله وفعله وهذه معاني عظيمة أخذت من قول الله عز وجل قل قل إذن الأولى أن الذي أدرك الفائد في الآية الأولى فماذا سيقول إذن سيقول أقبل أقبل يا رب قل لا تجد مني إلا القبول لن يكون ما في يدي أصدق عندي مما تقوله ومما يصلني منه فإن قولك عندي أصدق وأوثق فمن كان بهذه الحال وعلم أن قول الله حق إذن كأنه يقول إذن أخبرني يا ربي عما هو خير من هذا المتاع الذي في الدنيا والذي أنا أعيشه وأمارسه وأتلذذ به فأنت قلت أن هناك ما هو خير فأنا قبل فأخبرني فلأمثال هؤلاء هم الذين سينتفعون مما سيقال لهم هنا وهم الذين يستحقون هذا الوصف العظيم في تلك الكلمة التي محورية الإيمان وخلاصته توصف بها وهي التقوى وكما أن محورية الإيمان تصديق خبر السماء فإن محورية التقوى هو بالغ الإحترام لوحي السماء أن هذا الإنسان يجد في قلبه ذاك الإحترام المتناهي البالغ لخبر السماء فلا يمكن لا يمكن أن يكون شيء غير وحي السماء يداني وحي السماء لا في المكانة ولا في المصداقية ولا في أي شيء ويتعامل مع هذا الوحي ببالغ الإحترام والإجلال والإكبار والتعظيم لما يأتي محبّة الله وأن ذلك للمتقين وهنا أيضا قضية عظيمة في معالجة النفوس والقلوب فإن الأمراض التي تطرأ على القلوب كما قلنا تنقسم إلى قسمين أمراض الشبهات وهي أمراض الشكوك وأمراض الشهوات وهنا نجد محورية العلاج لأمراض الشهوات ما هو محورية العلاج محورية علاج الشهوة تعليق القلب بمحبوب أعظم فإن النفس لا تتخلى عما تحب إلا لشيء هو أحب عندها منه فعندها استعداد أن تتخلى عنه لذلك قضية العلاج فيما يتعلق بإذا تعلقت القلوب بالشهوات فعلقها بماذا بمحبوب أعظم بمحبوب أكبر بلذة أعظم وليس أعظم في هذا الأمر من محبّة الله عز وجل فمن امتلأ قلبه بمحبّة الله عز وجل كان على استعداد أن يضحي بكل محبوب سواه متى ما أراد الله عز وجل منه أن يضحي به وسيفعل ذلك بمنتهى الفرح والطمأنين ولا يجد في نفسه ألماء فإذا بنى العقل يقينية تصديق خبر السماء وإذا بنى الحب الصادق لله عز وجل فإذا جاء الخبر اليقين الطالب للبذل فهل سيتأخر هذا الإنسان من أن يبذل المحبوب رغبة في حصول محبوب أعظم جاء الخبر اليقين به لن يتأخر وهذا ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم بذلوا كل شيء على طريقة عجيبة كان قوامها هذا اليقين ليست القضية في كم ما بذل الواحد منهم ولكن في هذه المعادلة بهذه الطريقة قد يكون الإنسان غنيا ويبذل الكثير ويبقي لنفسه الكثير طمعا ولكن ذاك الذي دخل عليه وأخذ معه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث النبي صلى الله عليه سلم إلى بيوت أزواج هل من طعام وكل امرأة تقول ليس إلا الماء والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب من يستضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ذاك الأنصاري أنا يا رسول الله يأخذه إلى دار يدخل إلى زوج هل من طعام نطعم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ليس من طعام إلا طعام لأولادنا لأطفالنا بمعنى حتى أنا وأنت ليس لنا طعام وإنما هو للأطفال فقال عل للأطفال حتى ينام ثم يأمرها أن تضع الطعام القليل الذي هو لأولاده ويضعه بين يدي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمرها أن تطفئ السراج حتى لا يرى الضيف أنهم لا يأكلون معه ويجلس معه متظاهرا بالأكل ويأكل الضيف كل الطعام القليل وعندما يصبح الصباح يأخذه إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم سبق إليه وحي السماء فيقول له ما فعلتم بضيفكم البارحة قال فعلنا به خيرا يا رسول الله قال لقد تعجبت السماوات والأرض من صنيعكما عندما يتعلق القلب بمحبة الله سيضحي بكل محبوب متى ما أراد المحبوب الأعظم أن يضحي به وإلا لن لن يبذل فلذلك قل أو نبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم لاحظوا هناك والله عنده ويتكرر هذا المعنى لأنه حقيقة أعظم ما يتلذذ به المؤمن في الجنة قربه من ربه وهذه أعلى المتع ولذلك حتى عندما ذكر المتاع ذكر الأعلى ثم الأعلى منه فابتدأ بالأعلى وهي المفارقة بين متاع الدنيا المحسوس ومتاع الجنة المحسوس فقال جل جلاله ذا للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة فابتدأ بالمتاع المحسوس الأعلى ثم ذكر الأعلى من الأعلى وهو ورضوان من الله فذكر الأعلى ثم ذكر ماذا الأعلى من الأعلى والأعلى الأول ارتباطه بتلذذ الجسد والذي أعلى منه ارتباطه بتلذذ الروح والقلب ولا ولا شك أن التلذذ المعنوي أرقى كلما كان الإنسان إنسانا وعندما يترقى عند الإنسان التلذذ الحس وينزل عنده التلذذ المعنوي فهو أنزل وأقرب إلى حياة البهائم فلذلك نجد كيف أيضا جاء الترتيب في الآية فذكر النعيم الأعلى ثم ذكر الأعلى من الأعلى وهو رضوان الله جل جلاله ولاحظوا في الدنيا الإنسان يجتهد ويستمتع حين يكون يرضي ربه وفي الجنة يستمتع بماذا بإخبار الله أنه رضي عنه وأنه صار مرضيا عنه ففي الدنيا متعتك في أنك ترضي الله وفي الآخرة مكافأتك أنك مرضي عند الله والجزاء من جنس العمل فمن كان مجتهدا في الدنيا أن يرضي ربه ويجد سعادته في إرضاء ربه ليست العبادة عذاب ليست العبادة كرب ليست العبادة ألم العبادة فرح فإذا وجد الإنسان راحته في طريق إرضاء ربه فتكون المكافأة يوم القيامة أن الله يخبره بأن الله راض عنه ولذلك قال الله ورضوان من الله أكبر عن نعيم أهل الجنة يمتعون بجنات وزوجات ودور ولكن هناك ما هو أكبر ما هو رضوان من الله أكبر من ذلك كله فإذا أخبر عن النعيم الأعلى والأعلى منه ورأينا أن الأعلى كان فيما الأول ما يتعلق بالمحسوسات في تمتيع الجسد ثم الأعلى منه ما يتعلق بإمتاع القلب والروح ولذلك حتى كلما ترقى الإنسان في مراتب الدين فيكون زيادة متعته الأعظم أين في هذا الباب في هذا الباب ولذلك تجد في كثير من أوقات أهل الجنة الوقت الذي يمتع فيه أصحاب درجة الإسلام بالشراب والطعام والزوجات في الجنة يمتع أهل درجة الإحسان بالنظر إلى وجه الله والكلام مع الجليل جل جلال لذلك من أهل الجنة من يزورون ربهم في الأسبوع مرة ومنهم من يزوره في كل يوم مرة ذلك يعقب على هذا ابن رجب فيقول قارن بين المتعتين هذه متعة وهذه متعة وهو تحفيز للإنسان في الدنيا أن يترقى في درجات الإيمان والترقي عندما تجاهد نفسك حتى تجد أن راحتها وسعادتها ومتعتها في إرضاء الله والإنسان مجبول على بحث عن السعادة واللذة فإذا استطاع أن يجد ذلك في إرضاء الله فتجد كل حياته هو انتقال من طاعة إلى طاعة لأنه ما يريد أن يفقد تلك الراحة والطمأنينة فلذلك هنا هذا الإخبار ثم أيضا قال العلماء انظروا أيضا إلى الترتيب اللطيف فإنه ابتدأ بالمكان ثم ابتدأ بما في المكان من المتعة فكان الأول إخبار عن ماذا عن الجنة وهي المكان ثم عما فيها فالزوجات والأنهار في الجنة فهذا الترتيب أيضا الذي يتناسب مع حقيقة هذا الأمر ثم أيضا أن ما في الجنة متع موجود فيها لا يجلب إليها ولذلك أخبر عن قضية الماء فقال تجري من تحتها الأنهار فلا يجلب لها وإنما ذلك موجود فيها ليعطي الدلالة على الكمال في ذلك الإمتاع الذي يكون للإنسان في تلك الدار التي أعدها الله للمتقين وتكون الخلاصة بعد ذلك كله أن نجتهد لنكون من المتقين ليكون هذا هو محور العمل في الدنيا أن تكون من المتقين فقف مع القرآن وقف مع كل آية تذكر فيها التقوى وتأمل في أوصاف المتقين واجتهد أن تكون هي أوصاف وأن تعمل للوصول إليها وأن تحاسب نفسك المحاسبة الدقيقة هل أنت من المتقين أو لا إن كنت تريد أن تكون من هذا النوع فالمتقي كما قلت محور هذا الوصف أنك تجد في نفسك بالغ الاحترام لوحي السماء ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى بالغ الاحترام لوحي السماء حتى يمتلئ قلبه تصديقا بخبر السماء ويقينا بخبر السماء فإذا وجد اليقين والتصديق بخبر السماء فيكون ذلك الطريق لبالغ الاحترام لذلك الأمر ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقوى نسأله سبحانه وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها فهو خير من زكاها نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يرزقنا التقى والعفاف والغنى وأن يحيينا على الإيمان وأن يتوفانا على الإيمان إنه جواد كريم سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موسيقى